ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي حتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فتنطلق فعليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية اللي بينظموا اتحاد المصارف العربية في شارم الشيخ وبيعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر والبنك المركزي المصري والتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي النهاردة هتساير شركة مصر للطيران 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بواقع 10 رحلات القاهرة جدة 6 رحلات القاهرة المدينة المنورة ورحلة القاهرة الطائف واثنين رحلة كوناكري المدينة المنورة ودلنقل حجاج بعسة وزارة الداخلية والكهرباء وقرعة الجيزة والأليوبية وتضامن الفيوم وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة هامة بتجمع ما بين المنتخب الوطني ومنتخب بوركينا فاسو في إطار الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة لإنهايات كأس العالم 2026 ودف تمام الساعة العاشرة ليلاً على استاد القاهرة